الكلمة الآن للسيد رشيد خان رشيد سيد الرئيس السادة الوزراء السيدات والسادة النواب الأسرة الإعلامية صباح الخير يعتبر مشروع قانون المالية 2016 وقبله قانون المالية التكميل 2015 انقلاب شرس على مكاسب ومبادئ الثورة التحريرية والاستقلال الوطني وطعنة بالخنجر في ظهر مليون ونصف المليون شهيد وكذا انقلاب على تصويبات رئيس الجمهورية عبر اقرار مكاسب سيادية ضمن قوانين المالية التكمليين 2009 2010 ومن خلال مناقشة هذا المشروع وبعده سيكون التصويت عليه هنا بالذات سيد الرئيس سيد الوزير ايبان الذي مع الشعب والذي مع الاوليغارشية حول محتواه مشروع القانون الذي هو قنبلة موقودة تهدد سيادة الدولة وهنا يجب فتح قوس لننوه على العمل على العمل الذي قامت به لجنة المالية رئيسا واعضاء من تفكيك بعض القنابل لا سيما من الغاء المواد التالية تسعة ثلاثة ثلاثة خمسين ثنين وستين وواحد وسبعين والتي هي فعلا ان مرت ستكون عواقبها جد وخيمة على السيادة الوطنية وسطو على مبدأ الفصل بين السلطات لا سيما نذكر منها المادة وواحد وسبعين الملغات امام هذا من حقنا ان نتساءل سيد الوزير من الذي له صالح بجر البلاد والعباد للهاوية للأسف وعيب كل هذا لصالح حفنة من الالغرشية المفترسة خدمة لمصالحها الضيقة ولمصالح الاجنبية اين لمسنا بصمة واضحة المعالم على جملة من المواد المفخخة التي لا علاقة لها لا بدفع وطيرة التنمية المحلية ولا لخدمة المجتمع والدولة ككل البعض منها تم حذبها والباقي لا يقل خطورة عنها اين تقدمت كتلة حزب العمال باقتراح الغاء او تعديل تلك المواد اللا قانونية اللا دستورية واللا اجتماعية فكيف يمكن مثلا التخلي عن القاعدة السيادية 51-49 وتفريغها من محتوىها من خلال نص المادة 66 من المشروع باعادة احياء قانون 0401 المتضمن الخوصصة وقانون 0301 المتعلق بتطوير الاستثمار كلاهما اصبح ملغات كاديك من خلال قوانين من خلال اقرار قوانين المالية التكمليين 2009-2010 اذ هذه المادة بمثابة موت للقطاع العمومي الذي يمثل الاسمنت المسلح لكيان الدولة اين اقرى رئيس الجمهورية انذاك فشل تلك السياسات في حينها كفان اللعب سيد الوزير على المصطلحات اذ المادة 66 من المشروع تنص صراحة على ان المؤسسات الاقتصادية العمومية تحتفظ بنسبة 34% ويمكن بعد مدة خمس سنوات شراء باقي الاسم المقدرة ب66% لتتحول بنسبة 100% لصالح المؤسسات الخاصة المحلية وللأسف المؤسسات الاجنبية اين يلعب مجلس مساهمة الدولة دور المقرر لفرض الخوصصة بكل معنى الكلمة وكذا محاولة استباق الاحداث بادراج تلك المادة في تلك المادة في مشروع قانون الاستثمار الذي لا يزال قيد الدراسة في مجلس الحكومة وهذا التفاف واضح على ارادة الشعب والاخطر من كل هذا سيد الوزير هو اقرار الحكومة اللجوء صراحة للاستدانة الخارجية من خلال نص المادة 59% من نفس المشروع اين تستفيد منه حتى الشركات الاجنبية المتعددة الجنسيات وبالمقابل خزينة الدولة تبقى الضامن في التسديد في حال الافلاس او العدس بعدما كان هذا الاجراء محرم في قوانين المالية 2009 2010 وازمة اليونان للتفكير سيد الوزير ليست ببعيدة عنها اين انهارت اليونان كدولة بسبب بسبب اسقاطها في فخ المديونية والمتسبب فيها الاوليغارشية اليونانية اتريدون سيد الوزير استنساخ تجربة سنوات الثمانينات والتسعينات اين لجأت الحكومة انذاك للاستدانة بمعالجة نفس المشكلة الحالي امام انهيار سعر البترول بالرغم ان الدولة حاليا ليست لها مديونية اين تطلب تدخل صندوق النقد الدولي بفرض سياسات قاتلة للاقتصاد الوطني اين كلف الخزينة العمومية تسديد مية وعشرين مليار دولار عبر سنوات متسلسلة عديدة تمثلت فيها للاسف الشديد ثمانون مليار دولار فقط نسبة الفوائد وانتم تعرفون سيد الوزير ما انجر عن ذلك فيما بعد من تدمير مبرمجي للصناعة والاقتصاد الوطني من خلال اجراءات الخوصصة التي دمرت المئات من المؤسسات وتسريح الالاف من العمال وتطبيق فيما بعد مخطط التسحير الهيكل الذي قضى على اليابس والاخضر فبدلا من السعي باجاد حلول جذرية للازمة كضبط التجارة الخارجية للحد ماذلا من استنزاف العملة الصعبة والتهريب والتهرب الضريب وفرض ضريبة على الثروة للأسف الشديد تلجأ مرة أخرى الحكومة لفرض مزيد من الضرائب والرسوم لها علاقة مباشرة بجيب المواطني مزيد من إثقال كاهله وبالمقابل تمد يد السخاء لفئة مفياوية متمثلة في الأوليغارشية المحلية من إعفاءات ضريبية وجمركية ومزيد من التنازلات على كافة الأصعدة وتسهيلات مالية دون حسيب ولا رقيب وكذا الالتفاف على حق الشبعة الذي هو حق الرقابل للدولة تستعمله للمحافظة على مكتسابات الأمة فنحن في كتلة حزب العمال نعتبر هذا المشروح هو انقلاب على تصويبات رئيس الجمهورية التي تتعمل شكرا